مرحبا بتمنى تكونوا بخير وانتو عم تشوفوني اليوم وصفتنا لليوم بيتيفور بدون بيد بطريقة كتير سهلة ولا اطيب من هيك شايفين اللون كيف طالع بشاهة وفيكن طبعا تحشون باللي بدكني وفيكن تقدموهن سادة مع الشاي خلونا نعرف كيف عملناهن سوا اول شي رحاخد جات ورححضر كمان مكنة الخفق رحاخد كوب من الزبدة بحرارة غرفة يعني مطلوبة تكون لينة على الاخر رححطها بالجات رح نزلها كلياتها بهذا الشكل ورح اضيف فوقها 3 اربع كوب من السكر البودرة طبعا كل المقادرين رح تلاقوها تحت الفيديو بسندوق الوصف هلأ رح اخفق هيدا المكونات كتير منيح لحد ما يصير قوامة مثل اللبنة رح اخفقها بشكل مستمر على سرعة متوسطة متل ما شايفين صارت عنا متجانسة مع بعضها هلأ رح واقف خفق ورح اضيف فوقها عندي هون حوالي الاثنين كوب من اللطحين رح اضيفهم فوق الزبدة والسكر كتير سهلة هيدا الوصفة منصحكم تجربوها وعندي كمان ملعقتين كبار من نشط درة كمان رح اضيفهم فوقها تعطيها قوام ممتاز النشط درة وكمان رح اضيف فوقها رشة ملح صغيرة لتعديل الحلاوة مش اكتر وكمان رح اضيف فوقها رشة صغيرة من الفانيليا البودرة هلأ رح كفه خفق لحتى يخطلطوا كل المكونات ويصيروا عنا مثل خليط البتفور يلي نحنا نعرفه بالعادة اول شي رح تلاقوه ناش فيها بس مع الاستمرار بالتحريك رح تطلع معكم بهيدا الشكل من بعد ما وصلنا لهيدا القوام رح نوقف خفق وهلأ شايفين كيف صار شكلها مثل نعمة مثل الزبدة رح اخد ايا كوب رح حط فيه كيس حلوياتي يكون ماكن او اذا عندكن الادات تاعة البتفور رح استعمل هيدا النقشة الراس رح سبت الكيس مظبوط وهلأ رح عبي كل هالخليط بقلب الكيس يكون طبعا ماكن الكيس او اذا عندكن ماكنة البتفور بيكون افضل رح بلش شكل عجينة البتفور على ورقة زبدة طبعا بهيدا الشكل طبعا الشكل انتو بتتحكموا فيه متل ما انتو بتكون انا حبيت تساوي هيدا النوع من الشكل خلصنا كل الصونية بنفس الطريقة هلأ رح حطها بفرن حامي على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة فقط ممنوع اكتر 12 دقيقة ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمهم من بعد ما طلعناهم من الفرن واخدوا معنا 12 دقيقة بالزبط الحرارة بس من تحت طلعوا معنا بهيدا الشكل شكلهم بيشهر ريحتهم ممتازة وشكلهم من تحت اخد لون دهبة رائع بتمنى تكونوا حبيت وصفتنا لليوم وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب شكرا للمشاهدة